اهلا بحضراتكم من جديد والمهندسة عدد كان بيتكلم قبل الفاصل على الاهلي والامتار الاخيرة في المرحلة دي عايزين نتكلم دماغ بدماغ جدا لان مش انا وانت انا عايز انا وانت احنا والجماهير يعني احنا والمطلقيين لان انا مش عايز واحنا بنتكلم وكأن احدا يحتكر الحقيقة او ان هناك امرا مطلقا ان ده صح وده غلط ما فيش شيء مطلق غير وجل الله سبحانه وتعالى اي شيء تاني يؤخذ ورد عليه فاللي احنا في مسؤولين بياخدوا قرارات تحتمل وانت بعيد كده توافق ما توافقش عليه لكن لازم نعترف ان هم اصحاب القرار دي عشان نبقى متفقين ناس بتقول رأي وناس بتقول قرار عشان نبقى متفقين داي ان تنظيميا هم اللي ياخدوا القرار ما ينفعش يتقال ان احنا ناخدوا القرار اه يعني كثيرا ما يسنى ده الكابتن صالح كلام ما قالوش بالقلب عكسه يعني يقولك اهل اهل ملك الجماهير هو قال الاهل اللي دهر من المدرجات هو ملك الجماهير اه ملك الجماهير يعني ايه يعني كل شيء بيعمله النادي الاهلي فهو ملكه من الناحية المعنوية اللي هي الناحية ان احنا يعني نعمل جميعا او جميع من في النادي الاهلي من اجلك ومن اجل اسعادك وبحساب المحصلة الأهل يعمل دور كبير في هذا الأمر ولكن متخذ القرار لازم يظل هما زي ما نيجي نقول الكوتش هو صاحب القرار في الملعب أنا كنت أروح للكابتن صالح مساء يقول له كابتن الفرقة يقول لي يعني أنت عايزنا يروح أتكلم الكوتش طب حازبه أخر السنة ولا حازبه إزاي طب لو عمل اللي أنا عايزه هو الفرقة وقعت يوقع مين اللقاح أنا ولا هو طب استنى عليه لما نشوفه وحيعمل إيه والتجارب أثبتت يعني مرة كنا متأخرين أيام هولمن ب13 بونت وكان الماتش بونتين مش ب3 فراح الكابتن صالح بيجدد له لأنه كان مقتنع أن الفرقة بتؤدي وفيه سوق بخت أخذنا الدوري سنة واخد بالك طبعا دي مش قاعدة أنا لسه بقول لك ما فيش حاجة مطلقة لكن أنت بحساب المطلقي ليك وجهة نظر ولذلك الجماهيرا ما بتيجي تتكلم مين غايب ومين بيلعبه دائما أنت تبحث ساعة سوق الأداء عن اللي بره المشهد فيتقالك إن فلان لو لعب كان الأداء حيتضبط مين قال الكلام ده ما هو يجوز يلعب ينزل ويبقى الأداء أسوأ والدليل على هذا أنه ما فيش اتفاق بين القراء يعني إذا ما تيجي تقول الجمهور مين هو اللي بيجي الملعب ولا جزء منه ولا اللي عاديين في البيوت ولا اللي قابليهم ولا اللي جايين لسه الجمهور ده كلمة بتحتوي أبناء وطن متنوع في تفكيره وفي ثقافته في وجهة نظره وهو عايزهم اللي بيحب المتعف عايز اللعيب المهاري واللي بيحب الجدية عايز اللعيب الراجل الجد اللي بيسميه اللعيب الراجل واللعيب الملتزم عند اللعيب تاني أهم ده اللي بيعمل البطولات لكن في النهاية السوابت إيه بقى أن الإدارة تتخذ القرارات وإحنا يجب أن تتمتع بالثقة لأن ما فيش مبارل ساحب الثقة بحكم السوابق يعني وأن الحساب صارم وموجود وأن اللعيبة لعيبة والمدرب مدرب والجمهور أه أنت اللاعب الأول دي مش عايزة منقشة اللاعب الأول يعني أنت صاحب التأثير الهام جداً المؤثر جداً في الملعب اللي بيعمل أموه لكن ما يبقاش الهتاف الأهلي ملكنا لا أصل الأهلي مش ملك حد لا عمر لطفي ولا صالح سليم ولا مجلس الإدارة ولا الجميل ولا حد الأهلي ده حاجة كلنا بنلتف عليه لأنها فكرة تستحق أن تتوقف وأن تتأمل وأن تلتزم بضوابطها عشان في الآخر توصل النتاج اللي احنا بنعملها فما فيه شيء مطلق لكن أنت من حقك أنك أنت تطالب عند اهتزاز شوفوا إيه اعملوا الصح عايزين وقفة لتصحيع المسار طبعاً من حقك لكن احنا في لحظة في الأمطار الأخيرة أنت في الأمطار الأخيرة في البسكتبول أنت في الأمطار الأخيرة في دور الأبطال أنت في الأمطار الحاسمة في الدور العام احنا بعد أربع مطشاط فيهم نتائج ولا أسوأ جاءت أربع مطشاط أصعب منها ها وكان محدش متخلنا احنا حنعدي بال12 بونط صح؟ صحية تجواجنا كل الصعوبات وحققنا العلامة لأن كان في ظهرنا إيه الفطر اللي فاتت دي شافت شيء رائع جداً كنا بنطالب بيه الجماهير سواء في ملاعب الطائرة أو في البسكتبول أو في كرة القدم الجمهور كان في بلدية المحلة مبهر وقابليها في أفريقيا وقابليها عايزين هذا الدفء بين الجمهور والنادي الأهلي من غير ما يبقى صبرنا يعني نافذ شوية فيه إن إحنا يعني نتعامل إن في حاجة الآن فنخاف قوي أنخاف على فكرة منخاف سلم فعشان دا محتاج تحليم طيب هنتكلم فيه أكيد والكابتن أمير توفيه مدير التنفيذ لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات في النادي بيشارك في النسخة التالتة من دبلومة الفيفا لإدارة الأندية اللي حتبدأ محاضراتها الافتتاحية في زيوريخ الأسبوع الأخير من شهر مايو الحالي وتختتم الدبلومة في الأكتوبر عشرين خمسة وعشرين أمير نضم بدعم من النادي الأهلي اللي بيسعى دايما لتطوير كواديره الإدارية مع نخبة من خبار المديرين التنفيذيين للأندية في جميع أنحاء العالم لدبلومة الفيفا اللي تم تدشينها في العام عشرين وواحد وعشرين بتستمر طمنتاشر شهر وبتهدف إلى تبادل المعرفة وتزويد المشاركين بأحدث المعارف العلمية والرؤى التي تعزز نجاحاتهم مع المؤسسات التي ينتمون لها الدبلومة بتجمع بين مجموعة من الشخصيات المؤثرة في جميع أنحاء العالم لتحليل تجاربهم ومشاركتها وتتضمن عدة محاور من ضمنها إدارات الأندية إدارات الملاعب والتمويل والتسويق والاتصالات والاستراتيجية الرياضية وأكاديميات الشباب ومهارات القيادة والتفاوض والجوانب القانونية أعتقد ده تطوير مهم لكادر أهلاوي كمان بإدارات دي سياس الناد الآلي وعلى فكرة من زمان أحنا كنا بنبعث المدربين بتوعنا في أمريكا اللاتينية وفي البرازيل ومعاشات في ألمانيا لكن فيه خبر بيبلغني فيه وأنت بتقرأ فريق الإعداد والسيد المخرج أن أتحد الكرة الطائرة منذ لحظات أعلن على انتداب مدرب الأهلي فرناندو ومونزا الأسباني لمدة 3 شهور لتدريب المنتخب ده يدلك على إيه نجاحوا مع الأهل بالربعية لا والنادي الآلي بيقدم إيه للمنتخبات ما هم محدش أحيانا أنت بص تلاقيه فيه مزايدة على مواقف النادي الآلي ما أنت بتقدم إيه للمنتخبات ولذلك احنا بنقول يا جماعة لو قدرنا نريح الأندية اللي هي القاعدة بتاعة المنتخبات نريحها كل حاجة ليها تمن لأن الأندية دي هي في الآخر نتيجة جهدها بيتكون المنتخبات فهم مش عايزين والنهار ده خلاص القالي وزمالك تساوى في عدد المبارات اللي لعبوا كل فريق ومن ثم عدد المؤجلات يبقى خلاص بقى نفضى ليلة بقى في الكلام الكتير اللي ما كانوش لازمة من القول على فكرة فرناندو هي يدرب المنتخب 3 شهور فقط فيهم مباراة التحدي في الدور العالمي في الصين وبعد كده المشاركة في دورة باريس الأولمبية ويخلص العقد الإعارة المؤقت ده في أول سبتمبر إن شاء الله ويرجع النديل ده اسهام طبيعي ومنطقي من الأهل مع الاتحاد المصري للكرة الطيرة ترجمة نانسي قنقر